استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت نورا سليمان لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك وذلك على هامش مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر مشيدا بالدعم الكويتية الدائم لجهود الاصلاح الاقتصادي التي تبدلها الحكومة المصرية هذا وأكدت نورا سليمان استمرار تواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في ضوء تطلع الكويت لدعم علاقتها مع مصر في مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك